شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي وذلك بحضور السيد ميخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لفروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الآرابة عن التقدير والتحية إلى سيد الرئيس كما تناولت بعض موضوعات التعاون السنائي بين البلدين والآرابة عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات السنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا كما تضمنت الرسالة الآرابة عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزرية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى سيد الرئيس فلاديمير بوتين مسمنا سيادته مسيرة التعاون السنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات أضف المتحدث الرسمي بأن سيد لفروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار السنائي أو المتعدد الأطراف اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات السنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاع